تعريب بشخصية ابن عمر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأفكر مصدر ومرجع المعلومات ابن عمر عين أطلوزي الباين على المدية في سنة 1831 ميلادي لا تنظهر من ينافسه بشدة فتوجه إلى بارتنزان لينقذه لما أدرت أنه هالت لا محالة غير أن الحملة لم تنجح وفتد ابن عمر النفوذ فطلب عفاه من منصبه وبعد أربع سنوات عمل الدليو على تثبيت ابن عمر على البليدة غير أن الستانها رفضوا ذاته فعينه أطلوزي الباين على شرشال ولا تن الخوف من الموت تاد يرتله ورضي بالمعاش الذي خصص له ستة آلاف فراند غير أن الوزيل بعد فترة تصيرة طررت تعيين ابن عمر على رأس الندية ولكن مشروع تولية أشخاص يخدمون فرنسا لم ينجح اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد موسيقى